الحاف بطانية أو كمبل شن قصتها مع بودكاست أريكا يمكن البعض يقول عادي الهدف مننا أجواء منزلية ونحن في البيت والبعض يقول لأ يابون الناس بس تحتي هذا يقول وهذا يقول لكن السالفة صدية عن بيبي وطلال بيبي أنا باتكلم عن موضوع البلانكت تدريني يعني لو أنا أقدم ببلانكت وأتربع تشكي اليوم أدوم لحاف 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 مو الناس أف إنجليزي لا تهوتا بيبي ما تعفي هني بشان هنالله الله على قوية الناس لا عيوزة قاعد تقول هاذا شو الهدف لانكت قاعد تقول اسمار قابلوا شوي طراء في الفيديو قابلوا شوي طراء آخر أنا هو شوي هذا اللحاف ك liberal وشوري الناس ليش 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 بس يعني برد الفيديو الأنس متعودين يشوفوا النا ببيوتنا تقول برد الفيديو لا أعرف يعني تقتني قادي أصوتي لماذا تلتزم في عائل؟ لأنه لا تدري كثيراً نحن أخذناه سيكولوجياً أنه يعيشنا جواء صج أنه نحن في صالة البيت مع أنه هناك كاميرات وراء عشان ندش بالمود أنه خلاص ندش ونسول لا أقصك ننفيش بالنص وطال عمفل ساعة الحق وضع طاعة بس أنا هم كبنت أريح لي صراحة بيتربع بقعت فالكم بالمناسة مريح كيف يكون في بيتكم؟ أصلاً هذا يعطي هم صج أنه يحاق كأن نكون في البيت فعلاً وكأنها سوالف ما بين أخو وقتها ومو بس للمشاهد حتى حقنا إحنا وإحنا نسولف أريح أي نأخذ راحتنا يعني بدالة رسمية ممتاز تغيير اللون وتغيير الحاف عشان لا يزال أحمد الله ليش قاعد تغيرك؟ كلمين فترة وفترة صارفتك عندك لحف وايد أنت؟ أنا؟ ناس ملاحظة بالبودكاست واحد توقع استخدمت أبيض مرة وإذن تلازر لايب الشباب متبتين لداخل يقول أبيض وأزرق معتين عندك أول شيء تغيرتك مصاصر لا عندي بثوثي بإستقرام وهذا لايبات إيه في وايد كنابل أي كنبل أشوف أخمطة البرنامج مصرين بس بالبودكاست ما في الأثنين لا أزرق وأبيض الزين الزين أنتوا الحين